السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بجميع المشاهدين في قناة وصفة عائشة بلوس كانت تمنى تكونوا دائما بصحة السلامة فهذا الفيديو ان شاء الله غد نقدم لكم واحد لصوص اللي هي رائعة لصوص ديال بيزا اللي كيستعملوها يعني في المحلات المشهورة هنا مباشرة غندو سننوجد معكم كناخد واحد الكاسرولة وكان نجيب جوج حبات ديال الطماطم اللي كننقيهم وكننحيد لهم الزرها كنقشرهم اولا وكننحيد لهم الزرها ونقطعهم مكعابات كنديرهم فر الكاسرولة وكان اخد هنا واحد لبصلة هاد البصلة اللي لقيتو فيها هكا القلب ديالها بحال هكا خليوها لان ذاك القلب كيعطي واحد النقها ديال اللي بورو ولا يعني لكان عندكم الورو انا ممت وجدت عن ديال بورو يعني اكتافيت بالبصلة هكذا ووحد ريس ديال تومكي فيما كتشفو ركيبان كنجيب واحد الجزارة او حبة ديال خيزو اللي كندوزها هكا في الحكاكة كننقشرها من طبيعة الحال وكندوزها في الحكاكة كنضيفها حتى هي اللي كنزيدنا واحد النقها اللي هي زوينا ضروري هاد الحبة ديال الجزار وكنجيب هنا الربيع مقطع اللي هو القزبور والمعدنوس منقردين هكا عادي يعني ماشي مشكلة لكانو غلط شوية هانية ما كان حتى مشكلة لاننا را كل شي غدي غدي نطحنوه وغنجيب شوية ديال الزعتر كيف ما كانت تعرفو يعني ما يمكناش نتخيلو لاصوس ديال بيزا بلا زعتر هاد الزعتر دائما كيزيدنا واحد النقها اللي هي رائعة وكنجيب شوية ديال الازير هاد شو عيرات ديال الازير اللي هتا هما كيضيفونا كيزيدونا واحد النقها يعني خيالية وكناخد هنا واحد ربع كاس ديال كاس العنبة زيت زيتون يعني واحد ربع كاس باركة وبالنسبة اللي ما غادي ندير جوج كيزين ديال الماء كندير الكاس اللي وال وكنضيف الكاس تاني اه صافي غادي ناخد هاد الكاسرولا وغادي نديرها فوق النار حتى تتغلي ونخليها الطيب نخليها الطيب نخليها الطيب نزيان تغدي طيبونا هاد العناصير كاملين هنا بالنسبة للتوابيل ما كان ضيفوهم شدابا يعني حتى الاخير نخليها الطيب نخليها الطيب ويطيب لي هاد العناصير كاملة غادي طيبو يعني ونكهات غادي يندمجو كيفما كاتوفو كنخليها هكا حتى ينقص من هالماء فاش كي يطيبوا لي هاد العناصير هانتوم يعني واحد اللوغو زوين 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 بزاف هديك المريقة ديال اللاسوس كنخليها هكا حتى تنشف وعاد غادي نطفي عليها وندوز نطحنها من بعد ما نطحنها رجع معاكم دا بقا انا طحنت هادوك العناصير كاملين وكان ناخذ واحد صفاية وفي نفس الكاسرولة يعني كان ولي نرد هديك يعني هديك اللاسوس ديالي وكان ندوز هكا تصفاية لان هادوك الشعيرات ديال الازير رهمين كلهم شي تطحنوا من طبيعة الحال داك الشوائب كلها تصفن هنا وكان تبقى من فوق صفاية كان صفاية يعني كان دوز هادشي مزيان هكا يا كيف ما كتشوفو سافي لكن شي حاجة قتلين من فوق كان حيدوها هانتم يرى كل شي كيدوز ولكن بالنسبة لشعيرات ديال الازير وهادوك ورقة ديال الزعتار ودك شي كل شي كيبقى نالفوق كيف ما كتشوفو هانتم لان هانتم ديك ديال الازير لان لم يمكنها شي تنطحن احنا فقط كان نخدو النكهة ديالهم هادشي اللي كاين سافي هنا عاد غادي نضيف التوابل غا ناخد اول حاجة غا ناخد مطيشة ديال الحك هنا مطيشة ديال الحك على حساب اللون اللي بغيتو يعني ضيفو وكل ما كتشوفو اللون يعني باقي بغيت زيدو تغلقوها غلقوها بمطيشة ديال الحك كندير هنا اولا مليحة كناخد شوية ديال الملحة شوية ديال اللي بزار من طبيعة الحل ضروري من اللي بزار وغادي نضيف شوية ديال تحميرا او البابريكا او الشومية الحلوة وغادي نخلط هاد العناصير مزيان مزيان ضروري تخلطو مزيان هاد لاصوس كتجي رائحة يعني في البيتزا ما نقول لكم شو اخدت يعني بالنسبة للعمرة واخدتكن البيتزا مع عمراش مزيان هاد لاصوس كتعطيها واحد نكهة زوينة بزف بزف هناك ناخد شوية ديال الحر يعني اللي كيبغي الحر ووحد شوية ديال سكر سانيدة صافي وهناك تكون هاد لاصوس ديالنا واجده كيفما كتشوفو ان شاء الله غادي تجربوها اللي جربي خليها لي في التعاليق بالنسبة اللي كان غادي تستعملها يعني في الحين غادي ياخد الطون وياخد له الزيت وغادي يضيف على هاد لاصوس وإلا كنتو غادي تحتافظوا بها الا ما تزيدوش الزيت فقط إلا كنتو غادي تستعملوها في الحين ضيفو هاد الزيت ديال الطون لأنها كتعطيها واحد نكهة رائعة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته